اشتركوا في القناة اتضح انه عنده تيتانوس خدنا ودينا مستشفى الحميات بالاسعاف زي ما هي بعد كده دخلنا قوضة بعد كده لقينا المفروض ان فيه مصل مضابد لتيتانوس كان لازم ياخده فضلنا اللف عليه كتير ملايناهوش دخل دكتور من دكاترة المستشفى سألوني هو خد ابرة ساعة مكان في الاستقبال ولا لا قلنا له لأ اتضح ان كان لازم ياخد ابرة ساعتها كمان بعد كده لقينا ابرة المصل ده لقيناه موجود في مستشفى عسكري حاولنا ان احنا نجيبه قالك تجيبه ورقة من المستشفى الحميات تقول ان هو محتاجه مستشفى الحميات رفضت رفضت تامن نها تدينينا الورقة دي على اساس ان احنا نعمله نقود تزيله المصل ده ومعرفناش نوصل لأي حاجة وبعد كده هوا نعرفنا ان كان لازم يدخل الرعاية المركزة عملنا يعني حاجات كتيرة جدا جدا لحد ما دخل الرعاية المركزة قبل ما يموت بكم يوم هو دخل الرعاية دخلنا المستشفى 24 دخل الرعاية المركزة يوم 26 يوم 5 الصبح كان توفاه الله 5-6 وكانت الحالة بقى في تدهور تام جامد وعندما دخلنا عن التى لقينا من اهم العلاج التيتانوس اللي هي المصل اللي هو بتاع التيتانوس ده اللي احنا ملاقينا المستشفى قالت ذقلنا من اربع لخمس شهور مش لقيينه طيب ومات اكتر من كزا حالة تيتانوس معانا في نفس الوقت يعني على اي اساس ازاي يعني ايه مصلي ما يوجدش اربع خمس ستة شهور على اي اساس ونشط وصير الصحة ان يتقى الله في الناس دي كلها يعني ازاي المريض يدخل المستشفى ما يلاقيش علاج يعني ايه ما يلاقيش علاج وما يلاقيه فين ولما ندور حتى عليه في المستشفيات في اماكن خاصة وبالعافية ياريت حتى بنلاقيه بالوسطة هو العلاج كمان بقى بالوسطة هدفع فيه فلوس هو بالوسطة لما دورنا على وسطنا ممكن نعرف نجيبه? كانت الحالة دي اساسيات مرض ده اساسي مرض. المرض ده بالزاد ده من اخطر الامراض يعني هو مش مرض سهل. من طبيعته انه هو من اربعة الخمسة في المية انه جاء منه. طب ازاي يبقى يبقى? ازاي مستشفى كبيرة زي الحميات دي? ما يبقاش فيها المصل ده اساسي. اربع خمس شهور. انت بتقدمي هزا الانزار او هزا البلاغ عبر النت للوزير الصحة بعدم او بالاهتمام بالمواطن المصري بعدم تكرار هزي المأساة دي تاني. المأساة تاني لانها مش حصلت لزوجي بس. انا حصلت معاه في نفس الوقت ده مع واحد تاني كان دخل في ايده بردك خشبة اسمه مشاري. او كان دخل حالته ممتازة. ما قابله بكم يوم. هو دخل معاه في نفس اليوم. ما تقابله بكم يوم. يعني استغفر الله العزيم هي اقدار بتاع ربنا لكن لو كان موجود المصر كنا عرفنا نوصل لحل اكتر من كده. يعني عفو. اللهم امين يا رب العالمين.